مطالبات الاهلي بعقوبات في اللي حصل في مباراة بيراميدز هل تبعوا مطالبات اخرى من بيراميدز ولا الاهلي بس هو اللي طالب بعقوبات لا يعني القصة دلوقتي البيان اللي يصير في النادي الاهلي في جملة كده قالك بينه طالب اتحاد الكرة واللجان المعنية طب ليه ما قالش اسماء اللجان المعنية لان الاهلي بدأ يشعر ان هناك نوع من الجفاء وعدم الوضوح والضبابية في التعامل مع النادي الانضباط يعني بقولك حاجة يعني من فعلا بالكوليس كل كلمة بتصوغ في بيانات النادي الاهلي لها دلالة فزي ما بيرام الوقت بيصيغ بياناته ما بيذكرش اسم الاهلي يقولك عندنا ماتش يوم الاتنين ما يقولكش أنا بالعب مين او يقولك المنافس الماتش اللي فات مثلا كراسي الضيوف قالك كراسي الفريق الضيف ما قالش دي كراسي النادي الاهلي ففيه اصرار كده في بعض الاطراف ان هو كل لفظ له دلالة تمام فالنادي الاهلي يرى او يشعر ان رجلة الانضباط في اتجاه مغير ليه تماما بدليل يعني مثلا على سبيل المثال طبعا هو الاهلي مش طرف هنا لكن ده امر برضو اصرر التساؤلات هو ليه محدش دلوقتي قال لنا ايه حكاية جميز ماتش المصر ده كان في شهرة ستة مش كده والوقع احد مباراة النادي الاهلي كابتن سامي ام صان دخل في مشده مع مرائب المباراة بسبب جائزة رجل المباراة اللي توج بها كريم فؤاد وقتها حصل برضو مشده بينهم لا مشده حاجة واننا ادفع الحجم بصدره لا اقول لحضرتك على حاجة انا بقوله في قرار دلوقتي ايوه كابتن محمد صديق وكان من فترة مدرب نادي راح اعترض على الحكم بسبب برضو جائزة رجل المباراة رجل توقف ماتشين فهي وقع نفس الوقع لا ما داشا اقول لك تكييف تكييف القانوني واللي ذكر في التقرير هو الذي يحدد الوقع دي ايه والوقع دي ايه دي توعقب بايه دي توعقب بايه لكن انت عندك جفاء ما بين لجلة المسابقات هل مرائب المباراة ولجلة الانضباط دلوقتي لانه وقع مصورة معرفش شفتها شفناها بس هو السؤال وحصل مشده ما بين الاتنين هل الكابتن سامي امصان دفع بيده المراقب لا طبعا لكن برضو شفنا وقعه طرش بس انا بنتكلم في حاجة دونت وكتب في التقرير ان الحكم الرابع تعرض للدفع من جميز واوحي لجلة الانضباط اين هو التحقيق طب لا امد في حاجة اجمل منك غير كده وقع الدونجة وزيزو اللي كل الناس شفتها لا تفسيرك بس على فكرة يتاخد في عقوبة انا فيها والعقوبة تشالت في الدرج لا لا ابن عايز بس اراجعك في قصة جيوزي جميز والمراس بي هي القصة بس هو ليه قصة تحولية لجلة الانضباط ده فيه بند واضح في لائحة لجلة المسابقات انه او اللائحة اللي بتدير بيها المسابقة رابط الاندية انه لو احد افراد اللعبة دفع الحكب بيده العقوبة مكتوب ثمان مباريات اهي انا اصد ايه انا اصد على فكرة ده نفس الموقف بتاع حسين الشحات والشيبي لما اخد مباراتين ليه هو رجع للبند اللي موجود في اللائحة من غير لجلة الانضباط بالعكس بقى ده اول لو كان بيحول لجلة الانضباط لو شاف العقوبة مش مناسبة كنت حولت كسة حسين الشحات دي من الاول لجلة الانضباط وكنت قفلت الباب من بدر كنت قفلت الحكاية ليه في عقوبات تاخد باللائحة على طول رغب ان هي واضحة وفي عقوبات تانية تحول لجلة الانضباط وزي ما قاله استاذ احمد هي بقالها فترة فعلا دي برضو الحال غريب وبالمناسبة ده خلاني قلتلك اذا فتح الكلام يا احمد ان انا بقولك توصاغ بيانات الاهلي ازاي ليه بقى احنا بنتكلم دلوقتي هل ستتم اتخاذ عقوبات اللي عرفتم من رابطة الانضباط ان اللقوبات هتصدر النهاردة او بكرة بالكتير علشان الماتش الجاي بتاع الزمالك وبرامدز والاهلي والمصري اي حد اللقع على العقوبة مايلعبش فالعقوبات اتاخد وبشرتك وده المطلوب عظيم انت خدت العقوبة بقى حدرتك من لجلة الانضباط او من لجلة الانضباط على فكرة في نوع من الجفاء بين اللجنتين عزيدك مش عاربين بس في قصة دي عشان اه يعني عايز اكمل بس على كلام من الست جلال والسؤال اللي انت سألته نادي برامدز ايضا تقدم بشكوى اليوم وده خبر حصري هنا تقدم بشكوى اليوم للجلة الانضباط ضد جماهير النادي الاهلي ضد امام عشور ضد عضوين من مجلس ادارة النادي الاهلي نادي برامدز تقدم النهاردة بشكوى لجلة الانضباط ضد جماهير النادي الاهلي توجبين نادي الاهلي مفهومة؟ عشان ممكن يكون يحصل في الملعب بالزبط إمام عشور عضوي المجلس إدراء في نادي الأهلي. إمام عشور عشان الفيديو اللي خرج الصوت وإمام عشور بيشاور الحسين الشحاد بيقوله ما تسلمش عالشيبي. انت شفت الموديو طبعا. أنا شفت الفيديو. إيه السبب بقى؟ السبب الأزمة أكيد. السبب إن السلام الجمهوري لو اللقطة معانا ممكن نجبها. السلام الجمهوري عزف. بعد السلام الجمهوري ما بيوزف الكريم اللي بيحصل. الناس مفروض بتسلم على بعضها. هو خرج. ويتعامل كأن عنده مشكلة في الفاغ. لا إمام قال قبل ما شو بيخرج. قال له ما تسلمش عليه. لا 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 لا. لو هو خرج مش هيقوله. شوف سيد أوليبو كان أقول حاجة بصراحة. عشان أنا جبت اللقطة يا شاب الأولي عن دي اللقطة نفض اللي شريت. هو فعلا كان خرج وكان في آخر الصف خالص. فبدأ يخرج فهم رايحين يسلمهم فتائيبا إمام شاير. بغض النظر بالمناسبة. احنا بنقوله بس الخبر احنا بنقول. رب علي. احنا بنقوله الخبر ان في شكوى في اللجنة. عايزين اللعبة تسلم على بعض. احنا بس بنقل الخبر ان في شكوى في اللجنة الانضباط من نادي بيرامد. بسبب مرشو عشان أقل كده لحسين الشحيد. بالضبط. عدو من مجلس الإدارة ليه؟ بسبب البوستات اللي نزلت على حساباتهم الرسمية وهما بيسخروا من نادي بيرامد. اسمعهم معك؟ اه طبعا. النائب محمد الجرحي لانه برضو في بوست يعني هما ادارة بيرامد شايفتون انه سخرية او تريقة عليهم. ودعت فلوسك يا هرم. والدكتور محمد صراك بالزبط. واعتقد برضو كان فيه حد كتب الاستثمار الراضي ده ممتع جدا. دكتور محمد صراك. على فكرة انا متفق مع نداء امر لا يستقيم مع قيمة النادي الاهلي. يعني حتى لو كان فيه حاجة غلط ما ينفعش ان نداء يحصل. وفي الاخر احنا بنسخرش من استثمار رياضي لان احنا في الهدف بتاعنا. طبعا بصرف نازل انا ملعب كرة قدم فانا انا منافسة داخل ملعب.